في العراق حدث ان كورونا لا يقل قسوة عن اوبئة كثيرة منها الجوع والفقر والحرمان لكن كورونا يتسيد المشهد الان في لحظات انتظار العيد حيث تقتل فرحة لاجل انقاذ الحياة من شرك الموت في مصيدة الفيروس القاتل تؤكد الحكومة بقرارها القاضي بعشرة ايام لحضر تجوال شامل انها ضبط لمؤشر انتشار الفيروس الخفي مشهد تكرس قبيل ساعات من اول ايام العيد بسحب تصاريح الصحفيين وبعض الجهات في توجه شديد الحذر لتطبيق الحذر وفرض الالتزام لكنه الالتزام الذي يفر منه مواطنون هنا وهناك في بعض مناطق البلاد بعض منهم غير ملتزم كما كان من قبل امام الظرف الاشد صعوبة على هؤلاء بفعل ضيق الحال هو بحثهم عن قوت يومهم في زحام الاسواق لينعم بعيد مبارك مع عائلاتهم يصدون رمق الجوع وسوء الحال تسرق الفرحة في عيون هؤلاء لكنه شر لا بد منه تؤكد وزارة الداخلية ومثلها الصحة على تطبيق اجراءات احترازية من شأنها ضبط عداد الاصابات والموت ويحذرون من دخول موجة جديدة يقودها كورونا الهندي قد تفاقم خطر الموت وانهيار القطاع الصحي في البلاد التي باتت ظروفها صعبة على المواطن وصحته وحاله الاقتصادي